موسيقى الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق وسقى أسرار أحبائه شراباً لذيذ المذاق وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق فلا يدري العبد في أي الدواوين كتب ولا إلى أي الفريقين يساق فإن سامح فبفضله وإن عاقب فبعدله ولا اعتراض على الملك الخلاق أما بعد فمرحباً بحضراتكم أيها الإخوة الكرام في هذا البرنامج كانوا رجالاً وما زال حديثنا مع ذلك الفدائي مع فتى العز والنعيم إنه الوليد بن الوليد الذي لما فداه أخواه في يوم بدر خرج من بين أيديهم وأعلن إسلامه لله رب العالمين ولم يفعل ذلك قبلها خشية ألا تقول قريش إنما أسلم فراراً من دفع الفداء ولكن قضى الله سبحانه جل وعلا أن يأخذ خالد أخاه الوليد ويذهب به إلى مكة ويحبس الوليد بن الوليد فيها حتى مكث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويدعو للمستضعفين من المسلمين في مكة واستطاع الوليد أن يفر من أيدي من حبسوه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه يسأله عن المستضعفين في مكة يسأله عن عياش بن أبي ربيعة يسأله عن سلمة بن هشام فيقول الوليد بن الوليد يا رسول الله لقد رأيتهما عياش وهشام بن سلمة لقد رأيتهما مقيدين رجل أحدهما مقيدة في رجل الآخر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الوليد أن يرجع إلى مكة لينقذ عياش ولينقذ هشام بن سلمة من الأسر وفعل الوليد بن الوليد ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي في المدينة كان يصلي كما في صحيح الإمام البخاري كان يصلي العشاء وبعد أن يرفع رأسه من الركعة الأخيرة يرفع يده داعيا اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي هشام بن سلمة اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنينك سني يوسف في لفظ أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح ورفع رأسه من الأخيرة كان يدعو لهم اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين يستطيع الوليد بن الوليد أن يحقق ما طلبه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفدائيته فأنقذ عياش عياش الذي وهشام بن سلمة الذي أرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ويأخذها هشام بن العاص بن وائل السهمي يأخذ رسالة عمر وفيها الآية ويخرج من بيته ويقول اللهم فهمنيها ويردد الآية حتى يعلم أن هذه الآية نزلت فيهم فيركب بعيره ويأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع الوليد أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهما سالما غانما وما أصيب منهم أحد إلا الوليد أصيب في أصبعه وكلمة الأصبع وهي فائدة لغوية فيها عشر لغات بفتح الهمزة وكسرها وضمها وبفتح الباء وكسرها وضمها ثلاثة في ثلاثة بتسعة فيقال أصبع أو أصبع أو أصبع وبالكسر والضم كذلك واللغة العاشرة هي أصبوع عشر لغات في هذه الكلمة أصيب أصبعه فقال هل أنت إلا أصبع أو إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في عمرة القضاء في السنة السابعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عقد النبي صلح الحديبية بعد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعقد هذا الصلح خرجا الوليد بن الوليد مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا وعبد الله بن رواحة آخذ بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله يا رب إني مؤمن بقيله أعرف حق الله في رسوله فاليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله ويعتمر الوليد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيش مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته حتى تأتي اللحظات الأخيرة حتى يموت ذلك الرجل يموت ذلك الفتى المصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان رسول الله يدعو له اللهم أنجه أنجي الوليد بن الوليد يموت ذلك الرجل بعد ما عانى في الأسر من كفار قريش بعد ما لاقى من العنت وبعد ما لاقى من الشدة وتنعاه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فتقول يا عين يا عين فابكي الوليد بن الوليد بن المغيرة قد كان غيثا في السنين ورحمة فينا وميرة كان الوليد بن الوليد أبو الوليد فتى العشيرة فذكر ابن حجر رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا أم سلمة لا تقولي هكذا ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد تلك اللحظة التي لا مفر منها ولا خلاص عنها يفر الإنسان إلى الطعام خشية أن يموت جوعا يفر الإنسان إلى الطبيب خشية أن يموت مرضا يفر الإنسان من كل أسباب الهلاك ولكن إذا جاء وقته وإذا جاءت لحظته فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فقال لا تقولي هكذا ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد هؤلاء الصحب الكرام الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة فنزل في الوليد وفي عياش بن أبي ربيعة وفي غيرهم قول ربنا سبحانه جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الإمام أحمد رحمة الله عليه سئل يوما عن قول الإنسان إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني هل يجوز للإنسان أن يذكرها وأن يقولها فقام الإمام أحمد من مجلسه ودخل داره وأغلق عليه بابه وظل يرددها إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسل النفس بالآمال من حين إلى حيني وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع إلى ما جاء في قاف وياسيني ألم أسمع بيوم الجمع يوم البعث والديني فيا رباه عبد تائب من ذا سيؤويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني رضي الله عن الوليد بن الوليد وعن عياش بن أبي ربيعة وعن سلمة بن هشام وعن هشام بن العاص بن وائل السهمي وعن المستضعفين من المسلمين وعن أصحاب النبي الأمين وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر والحمد لله رب العالمين موسيقى موسيقى